هنا في مدينة تنس الواقعة بالجهة الشمالية لعاصمة الولاية الشلف والمعروفة بجوهرة البحر الأبيض المتوسط توجد القصبة العتيقة أو ما يعرف بيتنس الأقديمة يعود تاريخ بناؤها إلى القرن السادس عشر تعاقبت عليها حضارات عديدة ولها بنايات أثرية ومساجد بارزة تأسست سنة 262 هجرية 875 ميلادية من قبل أندلس تعاقبت عليها حضارات عديدة منها المرابطين الموحدين الرسطوميين الحماديين المدينة بطابعة الحال هي عبارة عن قصبة وأقدم من قصبة الجزائع العاصمة طالما أن يبلغ عمرها 11 قرن و29 سنة بنا هذا مبني إنيكمون بالحجرة والتراب أبيغلابيا الرومان هنا هناك أربع أبيبان يوجد كاتبورت كين باب الرحبة كين باب القبلة كين باب الخوخة وكين باب لأخر البحر هيئة اليونيسكو وضعت هذه المواقع الأثارية في سجلاتها منذ عقود كما أنجبت المدينة علماء وقادة مثلاً مسجد سيديم عيزة صنف في مايه 1905 من قبل استعمار الفرنسي وفي أواخر التسعينيات تم تصنيف باقية المعالم التاريخية وصنفت مدينة تنس القديمة من قبل منظمة اليونسكو علماء أجلة منهم أبي الحسن التنسي دافين مدينة تنسان يذكر أيضاً بأن من مدينة تنس تخرج جزارة عبد الله هذا القائد العثماني من أم جزائرية من مدينة تنس وأب عثماني هذا الرجل العظيم الذي هزم جيوش نابوليون بونابار سنة 1999 في مدينة عكبي فيرستين الزياد عن 400 مليون دينار خصيصة للدراسة التقنية وترميم البنايات جمعيات المجتمع المدني تطالب اليوم السلطات الوصية بالإسراع في انطلاق أشغال الترميم والتهيئة العامة للحي نرجو من السلطات الولائية التدخل لإنقاذها من الاندثار لتبقى هذه المناطق السياحية والمعالم التاريخية لم تأخذ حقها من الاهتمام والاعتبار ليتعرف عليها الأجيال الصاعدة